أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة بمحاور المشروع القومي للتنمية البشرية بداية معتبرا أن هذا المشروع يعد ضمانة رئيسية لبناء الإنسان المصري والعمل على ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين وخلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار استمع مدبولي لشرح عن أهداف الاستراتيجية للمشروع القومي للتنمية البشرية والتي تتمثل في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية على المستويين المحلي والعالمي لأعداد مواطن مؤهل يمتلك مهارات تمكنه من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأكد وزير الصحة والسكان أنه سيتم العمل من خلال هذا المشروع على توفير نظام صحي يشمل الجميع وإتاحة منظومة تعليم أفضل تصمي في توفير وظائف المستقبل لتوفير العمل اللائق لجميع المواطنين وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة ودعم الشباب شركاء اليوم وقادة الغد وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر شكرا